يسألوا الناس هل يمكن انتعود المية البيضة مرة اخرى بعد كل ما فعلناه من فيمت وليزر وزراعة عدسات سؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسأله هواي المية البيضة هترجع تاني ولا والاجابة لأ بصورة قاطعة مفيش مية بيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بنسبة مية البيضة نقول 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيق شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة لما بزر عدسة جوه لين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان المية بيضة بزرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة خلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوه لين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب او نتوقع ان المريض ده الاعتامة دي هتظهر عنده والمريض ده مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنعمل جلسة ليزر بنشيل الاعتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدوم معادل جدا مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان الماء يبدأ بترجع تاني فبنقولهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بيهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول